إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فغد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدغ الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من أجل العبادات وأعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى هي عبادة الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين وقد حصر الله سبحانه وتعالى العبادة في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ففي هذا دليل واضح إلى أن العبادات وأعظم العبادات هي عبادة الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والقرب هنا قرب إجابة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فمن كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالدعاء ويثيبنا على الدعاء ويجيب لنا ما سألناه به سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام ففي هذا دليل واضح إلى أن المسلم يكثر من الدعاء في الصيام ويكثر من الدعاء في الأوقات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في بقية الآيات عندما يأتي السؤال تأتي الإجابة بقل ولكن في هذه الآية جاءت الإجابة مباشرة فإني قريب قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك ماذا ينفقون قل ولكن في هذه الآية قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى شريك ولا يحتاج إلى نديد فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصائم له دعوة لا ترد والصائم عند فطره دعوة مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء قد دعوا الله سبحانه وتعالى وتقربوا إليه وتضرعوا إليه ولجوا إليه وهذا من باب أولى على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتضرع إليه وأن يدعوه كما قال الله سبحانه وتعالى حاكياً عن أيوب عليه السلام الذي مسه الضر أي مسه المرض وقد ابتله الله سبحانه وتعالى المسلم قد يبتليه الله سبحانه وتعالى ولكن عليه أن يلجأ إليه ويتضرع إليه قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه لجأ إلى الله تقرب إلى الله لم يدعو إلا الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فقدم بالثناية على الله سبحانه وتعالى وعلى المسلم في دعائه أن يثني على الله سبحانه وتعالى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له والمسلم إذا دع الله بإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وإذا دع الله بقلب حاضر غير غافل فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له أدعو الله مخلصين له الدين فمن أخلص في الدعاء وتضرع إلى الله وألح في الدعاء فحري بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر أي شفيناه من المرض يا من به المرض يا من على الأسرة البيضاء أسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه إذا عندك زول مريض أو أنت مريض أو والدك مريض أسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله يجيب دعوة المضطر كما قال الله سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فأيوب لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة ليس فيها إثم أو قطعة رحم إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل الله له دعوته وإما أن يدخره الله سبحانه وتعالى له إلى الآخرة وإما أن يكف عنه من السوء مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله أن يتضرع إلى الله أن يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فهذا هو المثال الثاني لدعوة الأنبياء ذنون كان في بطن الحوت خرج من قومه مقاضبا بعد أن دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة خرج مغاضبا لأن قومه رفضوا دعوة التوحيد ورفضوا الإيمان فخرج مغاضبا لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات قال ابن مزعود ثلاث ظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل في ثلاث ظلمات دعا أيوب ربه سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة سمعها الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى له دعوته وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيزوا لي أخوانا يدعو الله سبحانه وتعالى إذا كان مضطر أو غير مضطر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد نغل ابن كثير رحمه الله أثر صحاهه أحمد شاكر رواه الإمام أحمد أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه مر بعثمان ابن عفان في المسجد فسلم عليه فملى عثمان ابن عفان عينيه من سعد ولم يرد عليه السلام فاستغرب سعد أنه سلم عليه ولم يرد عليه السلام فذهب إلى عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال أحدث في الإسلام شيء قال في الإسلام ده في حاجة جديدة جاد قال وممذاك قال مررت بعثمان آنفا فسلمت عليه وملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام فاستدعى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عثمان ابن عفان وعلى الحاكم أن يهتم بالرعية فعثمان ابن عفان اهتم بالرعية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي ما قال له الموضوع ده صغير وإن شاء الله بتحلوه ونحن عندنا مواضيع أكبر من دي لا فاستدعى فاستدعى عثمان ابن عفان فقال له يا عثمان ما بك ألا رضدت على أخيك السلام قال لم أفعل قال له ما حصل كلام زيدا قال له بل فعلت ده سعد يعني ما ردد عليه السلام فحلفا وحلفت الاثنين حلفوا والاثنين صادقين ثم بعد ذلك تذكر عثمان قال استغفر الله فإنك قد مررت بي آنفا فإني تذكرت كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذكرتها إلا وأصاب بصري وقلبي غشاوة فبعد ذلك سعد قال له أنبئك بتلك الكلمة لأن يا أخوان الصحابة ما كان بيناتهم في حاجة قلوبهم نظيفة وبيضاء عثمان ابن عفان لما نفكر ما كان بفكر في أمر من أمور الدنيا كان بفكر في الآخرة وأمور العلم فبعد ذلك انتغلوا لموضوع جديد لهو موضوع العلم موضوع الدعوة الماس مع عثمان ابن عفان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سعد سأنبئك بتلك الكلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد وقال أول دعوة وداله ورم الدعوة فدخل إعرابي فشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بتلك الدعوة فقال سعد لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته ولما دنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ضربت برجلاي الأرض وده من أدب يا أخوانا لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالغول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فقال من قال سعد يا رسول الله قال وما يعني في شنو قال سمعتك تقول أول دعوة ولم تقلها قال هي دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله له دعوته وفي رواية ما دعا بها مكروب إلا وفرج الله عنه كربته فهذه دعوة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بهذه الدعوة وذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وكان زكريا يشتكي عدم الولد ويا من تشتكي عدم الولد أدعو الله سبحانه وتعالى تضرع إليه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك الذرية والموضوع عنده هين وأسباب دنيوية لأن زكريا يجيب ولد كان ما موجودة زكريا كان كبير وزوجة كانت كبيرة وكانت عاغر وأي وحد يا أخوان من الأسباب دي ممكن تخلي ما ينجيب إذا كان زوجته بتلد قبل ما تكون كبيرة إذا كان زوجته عاغر وهي صغيرة ما بتلد وإذا كان بتلد زمان ولما انكبرت بيقد عاغر برضو ما بتلد الأسباب ما في زكريا ما يئس وما مش دعا غير الله وما مش استعام بالموت والمغبورين ودعاهم من دون الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به أي ليس عنده دليل فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فالإنسان والمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى فبعض الناس يعتقدون أن فلان أو فلان يعطي الذرية ويعطي الولد والله لن يخلقوا شيئا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يذوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما خلي ولد الله سبحانه وتعالى يتحددان بضبانا وده أصغر مخلوق يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الناس اللي بتنادوهم غير الله بتلجأوا لهم المغبورين من دون الله ما عندهم حاجة مع الله سبحانه وتعالى لينفسهم ما عندهم حاجة هم محتاجين ليدعوة كتة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الضبانا ما بيقدر يخلقوا ولو اجتمعوا له كله لو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا كان الضبانا شاءت منهم حاجة ما بيقدر يرجوها ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره زكريا دعا الله سبحانه وتعالى رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين الله قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا الأنبياء كلهم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فعلى المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى خاصة في رمضان وخاصة في وقت الإفطار يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومن أوقات أيضا الدعاء بين الآذان والإقامة وفي السجود وفي التلت الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القذر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين